السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الاخ عبد الرحمن داكير. اه اه على القناة داكير انجليش. اه المصطلح رقم ميتين سعود و ثلاثين. كيفية نطق هنا بوستخوف الفوق يعني اه دي هنقرأها اي. ايدل. وهنا انضغطو على الا بزاف. اي. ايدل. 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 هو يعني غاماتيك النون اسم. عشان يعني وبيش واحد يعني اه ميتال للشباب يعني محبوب من طرف الجميع. تكون اكثر يا ممتيل او مغني او يعني ميتال ديلهم. اوكي. هنا كنسيومرز درنا هاد اه الجملة في الادفيرتايزن واحد الحلقة. اه تعلم لغة اللغة الانجليزية عن طرق القصص. قدرنا في هاد الجملة. كنسيومرز اسوسيات برادكت ويد دومين كاراكتر او ايدل دات يوز ديم. يعني المستهلكين تيربطو داك المنتجوش. اللي ادك شي باش الاشهار تيجيبوش واحد مشغور. يعني اللي دي الاشهار لانه اه المستهلك سيربط هادك المواد دي الاشهار اللي دي الاشهار. ويدومين كاراكتر بالشخصية الاساسية متلا ديتشي مسلسال ولا فيلم ولا هذا. اور ايضل ايضل يعني اللي محبوب عندهم بزاف. دات يوز ديم. يعني امني تيس يعني اه اللي بخدوي اللي تيستعملو هاد الاهدوف الاشهار. يعني تي 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 ربطو بين المنتجات اللي غد تسهلك ب بديك الشخصية لي متلات الاشهار. إلا كان شخصية محبوبة يعني تي ربطو بين اسا باش تيولو يستهلكو هادك المنتجوش. يالله بيبط consumers associate products with the main character or ايضل.وزهم. اوكي دي باب سوز مرسافع وصورة اكثر. consumers associate products with the main character or idle that use them. consumers associate products with the main character or idle that use them. consumers associate products with the main character or idle that use them. اوكي نعودوها هي تسمرات ان شاء الله. اه باش انحسنوا position دينا الى ان نتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي نعودوها بشكل اشخاص باركاته.